ايز بقى الحتة بتاعة الاتحادات العامة يعني عندنا عندي تعليق كده على حتة انك انت تطلع تعمل تصريح لمجرد ان انت تعمل حاجة على السوشيال ميديا والناس كلها ببصولك تطلع فنانة تشتم في كل الفن وكل الفنانين ليه لان الناس كلها بيبصولها تطلع واحدة شايلة كوم او معلقة نص الفستان في البيت ونزلة بالنص التاني عشان الناس تطلع وعشان تعودة الى الاضواء او عشان حد يتكلم عليها نقطة اتحاد العام للنقابات الفنية استنقراء التصريحات المسيئة اللي سمعت فنانات مصر وقرر تقديم بلاغات رسمية ضد المسيئين على هذه التصريحات انا مبسوط انه هما هيخشوا القضاء وسجنهم اللي بيعمل التصريحات دي ما هنتوا لازم في الاول وفي الاخر اذا كنتم بتعاقبوا الميديا لما ده يحصل احيانا لو محمد شيرد طلع وعمل اساءة وبتخشهم وانت ما تتكلمش بالطريقة دي ما تقولش بالطريقة دي فما ينفعش ان تطلع فنانة او يطلع فنان يتكلم بهذا الشكل مرة اخرى هناك فرق بين انتقد واننا وسيء اساءة كاملة لصناعة نفتخر بها كلنا ونفتخر بتاريخها